شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والشركة القابدة للقطن والغزل والنسيج والملابس ذلك بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها يأتي الاتفاق انطلاقا من توجه الدولة نحو دعم التصنيع خاصة الصناعات الاستراتيجية موصلة خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات